بسم الله الرحمن الرحيم المائة مليون مواطن ومواطنة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية موضوعين كانا محل اهتمام الجميع خلال العقود الماضية وكانا سببين رئيسيين وراء خروج العديد من المصريين المشاركة في ثورة الخامس والعشرين من يناير فكانا مطلبين من بين ثلاثة مطالب رئيسية هتف الملايين بهم العيش والعدالة الاجتماعية وبينهما كانت الحرية وحيث ان تلك المطالب لم تتحقق حتى عام 2013 خرج المصريون مرة اخرى في الثلاثين من يونيو لتصحيح المصار ولا شك ان مع بدء خطة الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الاخيرة زادت الضغوط على المواطن المصري والذي يتوجب علينا كما اشار السيد الرئيس في العديد من المرات ان نوجه له كل التحية والتقدير لسموده وصبره وتحمله ثقة منه ان القادم سيكون افضل مما مضى بفضل الله عز وجل في المقام الاول ثم القيادة السياسية وعزيمة وارادة وقدرة المصريين ثانيا بالاضافة لوعي المصريين ان مهما كانت الضغوط والتحديات الا اننا بفضل الله سبقنا دول مجاورة تأخرت كثيرا في تنفيذ اصلاحات اقتصادية بها وزادت بالتالي الامور تعقيدا لديهم ويأتي صبر المصريين ثقة واملا في غد افضل فهكذا وعدوا ويعدون مع كل خطوة جديدة ضمن خطة اجراءات الاصلاح الاقتصادي ومن هذا المنطلق تأتي اهمية هذه الدائرة المستديرة التي تهدف الى ثلاث نقاط واحد التذكير بوضع مصر الاقتصادي من 2011 وحتى 2014 اثنان تسليط الضوء على ما تم انجازه منذ 2014 وحتى يومنا هذا والنتائج المترتبة عليها ثلاثة طرح التوقعات حول المستقبل بالاضافة للرؤية المستقبلية للقفزات التي يجب ان نقفزها حتى نرى ملامح حلم المصريين جميعا في العيش حياة كريمة السيدات والسادة سوف نستهل هذه الجلسة بعرض فيلما حول الانجازات التي تمت في محوري الاقتصاد والعدالة الاجتماعية ثم نستمع لكلمة السيد الرئيس ثم نفتح باب النقاش بين السادة الخبراء والسادة الوزراء ويعقب ذلك عرض اراء بعض المواطنين المصريين واسئلتهم واستفسارتهم وبعدها نستمع لرد السادة الوزراء المعنيين على هذه الاسئلة السادة الكرام ضيوف الدائرة المستديرة سوف تمنح الفرصة للجميع كي يطرح ما يشاء ولكننا نثق في خبراتكم وتمكنكم ونشكر تفاهمكم لعرض رؤاكم في وقت وجيز حتى يتسنى لنا مناقشة وعرض اكبر قدر ممكن من الملفات ولذلك نرجو الالتزام بدقيقة ونصف على الاكثر في كل طرح وسيتاح باذن الله حوالي خمس دقائق على الاكثر لكل ملف وبالطبع سيادة الرئيس لحضرتكم كل الحرية للتعليق والتعقيب في اي وقت والآن اسمحوا لنا أن نرحب